موسيقى الجزائر إحدى الدول الرائدة في زراعة الزيتون في العالم بمساحة تفوق 500 ألف هكتار ولاية الجلفاء وإن كانت تصنف على أنها رعوية بامتياز إلا أنها وبفضل الاهتمام المتزايد بشعبة الزيتون أصبحت تسهم في الإنتاج الوطني على مستوى ولاية الجلفاء اللي كانت ربما قبل سنة 2000 ما تتزاوز مساحتها 100 أقطار واليوم رأنا في أكثر من 10 ألف هكتار بفضل المجهدات اللي مبذولة من طرف الفلاحيين وبفضل تشجيعات الدولة لهذه الشعبة إنتاج الزيتون يعني امتلاك المعاصر وولاية الجلفة تتوفر على ثلاثة لإنتاج الزيت لتصبح مقصد فلاحي شعبة الزيتون من ولايات مجاورة زرنا مزارع بساعة الزيتون وروحنا البيرين وحد سهاري وهنا في معصرة تاع بنهار هذه ولا معصرة تاع الزيتون والله بارك استفدنا من عند المصايا قمنا بزيارة مستطمرين فلاحيين في هذا المجال وزرنا المستطمى المعصرة وشوفنا الناس عندها رقبة في هذه المهنة بالرغم من تواجد الجزائر ضمن العشرة الأوائل عالميا في إنتاج الزيتون وامتلاكها 68 مليون شجرة إلا أن تطوير هذه الشعبة يمكن أن يجعل منها استثمارا حقيقيا يدر مداخل بالعملة الصعبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر